فازت شركة ألمنيوم البحرين ألبا بست جوائز رئيسية في مجلس السلامة الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية تقديراً للجهود التي تبذلها الشركة البحرينية العريقة في مختلف جوانب السلامة خلال العام الماضي 2021 وتأتي هذه الجوائز نظير مجهود الكوادر البشرية في شركة ألبا من موظفين وعمال من خلال تحقيق هذه الإنجازات على صعيد القيادة في مجال السلامة إتقان للعمل وإرادة لتحقيق الريادة في المجال الصناعي وتحقيق للإنجازات دائماً ما كانت شركة ألمنيوم البحرين ألبا حريصة عليها وسباقة على مستوى العالم بالحفاظ على اسمها في مختلف المحافل من خلال الكفاءة الإنتاجية بالموازاة مع بيئة العمل السليمة وجاء فوز شركة ألمنيوم البحرين ألبا هذه المرة بست جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية تقديراً للجهود التي تبذلها هذه الشركة البحرينية العريقة في مختلف جوانب السلامة خلال عام 2021 وشملت الجوائز التي فازت بها الشركة جائزة القيادة في السلامة وجائزة التحسن الكبير وجائزة السجل المثالي بالإضافة إلى جائزة تحقيق التمييز المهني وجائزة الإنجاز المهم فضلاً عن جائزة المليون ساعة عمل ومن المقرر أن تتسلم الشركة هذه الجوائز خلال مؤتمر ومعرض مجلس السلامة الوطني الذي سيعقد في شهر سبتمبر من العام الجاري في مدينة سان دياغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية رؤية الرئاسة التنفيذية في تحقيق المنجزات جاءت على لسان الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي حيث أشاد بدور الكوادر البشرية في شركة ألبا من موظفين وعمال في تحقيق هذه الإنجازات على صعيد القيادة في مجال السلامة ولما بذلوه من جهود مشتركة من أجل تحقيق الرقم واحد في السلامة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة مؤشراً إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق أكثر من 27 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت وكأكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين شركة ألبا تثبت مرة تلو الأخرى كفاءتها والحفاظ على سمعتها لدى كافة الأطراف المنتفعة وذات العلاقة بعمالها وما هذه الجوائز إلا إثبات لما تتمتع به الشركة من كفاءة لتكون خير مثال للقطاع الصناعي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر